اشتركوا في القناة النهاردة معاكم احمد اسماعيل في بس مباشا في هيد من امام اشهر عمارة في مدينة ناصر ميدان ربع عمارة المنايفة عمارة المنايفة بقى الترنت عمارة المنايفة من اشهر الامارات اللي شهدت ملحمة لرجال الشرطة خلال فقط اعتصام ربع من جماعة الاخوال القرابية العمارة ديت كانت تحت الانشاء وقت الاحداث اللي احنا شفناها خلال مسلسل اختيار اثنين العمارة ديت هي اللي كان بيرموا منها الانشاء الانشاء والمولوتوف على رجال الشرطة أثناء فضل الاعتصام العمارة بعد 8 سنين بقت بالشكل دوت بالمجرح بالمجرح ماهو عمارة العمارة ديت وزاي نقول عليها عمارة منايفة بس هي يعني ازاي ما احنا سألنا دلوقتي انها ما اسماش عمارة منايفة هو الاسم ده اطلق عليها اثناء الاحداث نظرا لان كان بيهتم فيها الشباب الجماعة الاخوان اللغابية من المنوفية وانهم زي ما بيقولوا انهم صمدوا في مواجهة ريال الشرطة لمدة ثلاث ساعات من خلال اطلاق النار والميلوتوف وانبيب الغاز تمام العمارة ديت ستوشت سبعة من رجال الشرطة عايز اقول لكم ان رجال الشرطة اكتشفوا اسناء فضل الاعتصام ان بعض من عناصر ارهابية المسلحة اعتلت سطح العمارة ديت وكانت عاملها مغزن للاسلحة ومدعام دوت بانبيب بتجاز وملوتوف واسناء ما حاولت رجال الشرطة التدخل والسيطرة على الموقف تم تبادل تم اطلاق النار والقاء الملوتوف وانبيب البتجاز في المشهد الشهير اللي احنا شفناه في مسلسل اختيار اتنين عايز اقول لكم ان العمارة دي شهادة ملحمة من طولة من ثمان سنين فيوقتي من اصعب الاوقات وبعد ثلاث ساعات كاملة نجح رجال الشرطة بالسيطرة على العقار اللي كان تحت الانشاء وقت الاحداث والقاء طبق على المختبئين المختبئين داخل العقار واللي كانوا زي ما عرفنا بعد كده ان هم بيحاولوا يعملوا التمويه او تغطية او ساتر لتهريب خيادات الاخوان من الاعتصام دون عشان الشرطة ما تغطش عليهم او عشان ما يتعرضوش لأي والنهاردة وبعد ثمن سنين شوفنا الوضع اتغير ازاي المكان بقى عامل ازاي عمرت المنايفة زي ما بقولوا عليها بقى شكلها عامل اين المخصوص افضل نهاردة افضل 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة